كلنا عارفين ان انواع جمل الاثنين جملة اسمية وجملة فعلية الجملة الاسمية بتبدأ باسم والجملة الفعلية بتبدأ بفعل طيب 3000 الاسمية بتتكون من اين الجملة الاسمية بتتكون من فقال الرقنين اساسيين الرقن الاول هو المجتدأ والرقن السين fingerna зайزيون تمم معنى الجملة هو الخبر درسينا النهاردة عالرقن التاني من اركان الجملة الاسمية وهو الخبر يلا بي المبتدأ هو اسم في بداية الكلام قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا وقد يكون اسم إشارة أو اسم مقصول أو مصدر مؤول وغير ذلك وده مش مشكلة بالنسبة لنا لأن المبتدأ اسم يأتي في بداية الكلام وقد يتأخر في عدة مواضع محددة بس ده مش موضوعنا موضوع التأخر مش موضوعنا النهاردة ولكن موضوعنا النهاردة عن الخبر ونوع الخبر الخبر قد يأتي مفردا وقد يأتي جملة وقد يأتي شبه جملة بس خلاني اتفاع اتفاع مش شرط ان الخبر يأتي بعد المبتدأ مباشرة الخبر هو الذي يتم معنى الجملة وليس شرطا أساسيا أن يأتي الخبر بعد المبتدأ مباشرة يعني بصنا مثلا في المثال ده الطالب مجتهد في دروسه الطالب اسمه في بداية الكلام فبقوله على الطالب مجتهد الطالب ماله مجتهد اللي تم معنى الجملة كلمة مجتهد إذن مجتهد هي الخبر لكن لو بصيت في المثال التاني وقلت الطالب المجتهد في دروسه محبوب هللاحظ هنا الجملة اسمية بدقة بالطالب إذن الطالب مبتدأ تمام طب لأ فين الكلمة تم معنى الجملة الطالب ماله محبوب إذن اللي تم معنى الجملة هنا هو كلمة محبوب إذن محبوب هي الخبر إذن ليس شرطاً أساسياً أن يأتي الخبر بعد المبتدأ مباشرة دي جزئية الجزئية الثانية خلاني اتفق اتفاع الضمائر المنفسرة سواء كانت ضمائر متكلم أنا ونحن أو ضمائر غائب هو وهي وهما وهم وهنا أو ضمائر مخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتم وأنتنا غالباً ما تكون تلك الضمائر في محل رفع مبتدأ وما بعدها خبر لأن في معلومة خاطئة عند بعض الطلاب أن الخبر لابد أن يأتي ناكرة وده كلام الصحيح يعني لما أقول أنت الفائز أنت ضمير مبدي في محل رفع مبتدأ والفائز خبر مرفوع وعلامة رفعيه اتضمى إذن هناك مواضع كثيرة قد يأتي الخبر فيها معرفة أنواع الخبر الخبر إما أن يأتي مفرداً أو يأتي جملة أو شبه جملة خبر مفرد أو خبر جملة أو خبر شبه جملة والجملة عندي بتنقسم إلى جملة إسمية وجملة فعلية وشبه الجملة بينقسم إلى جر ومجرور أو ظرف إذن الخبر إما أن يكون مفرداً أو يأتي جملة إسمية أو يأتي جملة فعلية أو يأتي شبه جملة سواء كان جر ومجرور أو ظرف كيف يعرف حدد نوع الخبر هو مفرد أو جملة أو شبه جملة كل نوع من أنواع ليه علامة يعني مثلاً الخبر المفرد بيبقى كلمة واحدة إسم كلمة واحدة إسم تتم بمعنى المبتدة يعني أنا لو قلت مثلاً العلم نافع السيارة مسرعة العالمين مشهورين الطلاب حاضرون هللاحظ هنا إيه؟ إن كلمة نافع وكلمة مسرعة وكلمة مشهوران وكلمة حاضرون هي الخبر اللي تم بمعنى المبتدة تمام اللي تم بمعنى المبتدة هنا كم كلمة كلمة واحدة إسم ولا مش إسم؟ إسم اذا اذا تم من معنى المبتدى كلمة واحدة اسم دون ان يتصل بضماير بقول على نوع الخبر انه خبر مفرد سواء كان مفرد او مسنى او جمع اذا الخبر المفرد هو ما ليس جملة ولا شبه جملة ولكنه كلمة واحدة سواء كانت مفرد او مسنى او جمع فنوع الخبر عندي خبر مفرد تاني حاجة عندنا خبر الجملة وخبر الجملة لابد ان يشتمل على ضمير سواء كان خبر جملة اسمية او خبر جملة فعلية خبر الجملة اسمية بيبقى عبارة عن كلمتين بينهما ضمير يتمموا معنى مبتدى وبيجي على الشكل الاتي مبتدى اول ثم الكلمة المتصلة بالضمير اعربها مبتدى ثاني والضمير المتصل الضمير بيبدى في محل غر مضاف اليه ثم الكلمة اللي بعد الضمير خبر مبتدى الثاني هتقول لي طيب المبتدى الثاني في خبره طيب المبتدى الاول فين خبره كل الجملة الاسمية لكلمتين اللي بينهم ضمير في محل رفع خبر مبتدى الاول يعني ايه الكلام ده بص معايا يعني لما اقول مثلا مصر اثاروها خالدة مصر مبتدى اللي تم بمعنى الجملة ايه اثاروها خالدة اذا كلمتين وبينهم ضمير وفي الحالة دي لما اجي اعرب مصر مبتدى اول مرفوع علامة رفعيه الضمى واثاروها مبتدى ثاني مرفوع علامة رفعيه الضمى والضمير المتصل هيكون ضمير مبني في محل غر مضاف اليه وخالدة خبر المبتدى الثاني مرفوع بالضمى واحنا عارفين ان كل مبتدى ليه خبر طب المبتدى الثاني اثاروها وخالدة خبر المبتدى الثاني طب المبتدى الاول كلمة مصر فين الخبر بتاعه الخبر بتاعه كل الجملة الاسمية اثاروها خالدة في محل رفع خبر المبتدى الاول اذا اعرف منين خبر الجملة الاسمية كلمتين بينهم ضمير يتمموا معنا المبتدى مصر اثاروها عظيمة الشغرة او راقوها كثيرة وكذا بس خلي بالك الكلمة المتصلة بالضمير مبتدأ ثاني والكلمة اللي بعد الضمير خبر المبتدأ الثاني والجملة على بعضها في محل رفع خبر المبتدأ الاول عشان كده خلي بالك من ايه من الضمير النوع التاني في خبر الجملة هو خبر الجملة الفعلية الجملة بتبدأ بمبتدأ ثم يتم من معنى الجملة فعل وفعل والفعل وفعل هيطلعوا لي جملة فعلية إذا جملة فعلية هتتم بمعنى المبتدأ فهقول نوع الخبر خبر جملة فعلية مثال الجنود انتصروا جملة اسمية بدأ باسم الجنود مبتدأ مرفوه علامة رفاعي الضم لأنه هامع تكسير انتصروا وهتقول ذا خبر لا الفعل بتعرف فعل خلاني اتفق الفعل جي في الأول جي في النص جي في الآخر هتعرف فعل فلما عريب انتصروا فعل ماضي مبنى عالضم لاتصاله بوهو الجماعة وهو الجماعة ضمين متصل مبني في محل الرفع فاعل طيب هتقول لي طيب المبتدأ كلمة الجنود فين الخبر بتاعه الخبر بتاعها تكون الجملة الفعلية انتصروا على بعضها مخودة من الفعل والفاعل إذن الجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ الجنود مبتدأ مرفوه علامة رفاعي الضم انتصروا فعل ماضي مبنى عالضم وهو الجماعة ضمين متصل مبني في محل الرفع فاعل والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ لو جيت قلت مثلا التلميذ يذاكر دروسه التلميذ مبتدأ مرفوعه علامة رفعية ضمة يذاكر فعل مدارع مرفوعه علامة رفعية ضمة من الذي يذاكر؟ هو إذان الفعل ضمير مستط YT تقديره هو يقدع التلميذ يذاكر إذان الدرس المفهول به منصوب وعلامة نصبي الفتحة طب المبتدأ اللي هو التلميذ فين الخبر اللي تم معنى الجملة هتكون الجملة الفعلية يذاكر دروسه في محل رفع خبر المبتدأ وبرضه خلي بالك من الضمير سواء كان ضمير متصل او ضمير مستاتر معندناش مشكلة في الاثنين النوع الثالث هو خبر شبه جملة يعني ايه شبه جملة شبه جملة يعني جر ومجرور يتم من معنى المبتدأ او ظرفه وما بعده يتم من معنى المبتدأ يعني مثلا الكتاب في الحقيبة الطعام فوق المائدة الجمل جمل اسمية الكتاب مبتدأ والطعام مبتدأ طيب الكتاب مالو في الحقيبة في حرف جر والحقيبة اسم مجرور وعلامة جري القصرة طيب فين الخبر الخبر هو شبه الجملة في الحقيبة خبر شبه جملة جر ومجرور المثال الثاني الطعام مبتدأ وفوقه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبي الفتحة وبعد الظرف مضاف اليه مجرور بالقصرة طيب المبتدأ كلمة الطعام فين الخبر بتاعه الخبر بتاعه يكون شبه الجملة فوق المائدة في محل رفع خبر المبتدأ في الحقيبة شبه جملة في محل رفع خبر المبتدأ فوق المائدة شبه جملة في محل رفع خبر المبتدأ وفي الحالتين نوع الخبر خبر شبه جملة يبقى ازاي حدد نوع الخبر؟ بص يا سيني كل اللي انت تعملها تحدد المبتدأ وبعد محدد المبتدأ هتسأل المبتدأ مالو لو تم من معنى الجملة كلمة واحدة اسم سواء كانت مفرد او مسنة او جمع فنوع الخبر مفرد ولو تم من معنى الجملة كلمتين وبينهم ضمير اذا نوع الخبر خبر جملة اسمية ولو تم من معنى الجملة فعل اذا نوع الخبر جملة فعلية ولو تم من معنى الجملة جر ومجرور او ظرف اذا نوع الخبر خبر شبه جملة قد يتقدم الخبر على المبتدأ اذا كان الخبر شبه جملة خلي بقى لك احنا بتقول ان الجملة تبدأ باسم وتبقى اسمية او تبدأ بفعل وتبقى فعلية طب افرد الجملة عندي بدأت بجر ومجرور او بدأت بظرف اذا بدأت الجملة بجر ومجرور او ظرف بمعنى صح شبه جملة اذا الشبه جملة بيكون في محل رفع خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر يعني مثلا الطبيعي ان انا اقول الطلاب في المدرسة طب لو انا جيت قلت في المدرسة طلاب اصبح هنا في حرف جر هذا حرف جر والمدرسة اسم مجرور طلاب اذا بدأت الجملة بجر ومجرور اذا في تقدمه تأخير واصل الجملة تكون طلاب في المدرسة اذا طلاب هنا هتكون مبتدأ مؤخر هتقول لي طب المبتدأ ده فين الخبر بتاعه الخبر هيكون شبه الجملة في المدرسة في محل رفع خبر المبتدأ يبقى ملخوضة الاولى اذا جاء الجر والمجرور في بداية الجملة اذا نوع الخبر خبر شبه جملة مثال كمان لله الامر لله ادي جر ومجرور والامر خلاص عرفنا اللعبة مبتدأ مؤخر هتقول لي طب فين الخبر الخبر عندي انا هيكون لله خبر شبه ايه خبر شبه جملة طب لو قلت مثلا فوقه كل ذي علم عليم قلت لك حد نوع الجملة هتقول لي ده الجملة بدأ بظرف شبه جملة ومتفقين مدام بدأ بشبه جملة بفيه تقديم وتأخير طب بتاع نعلم بحاجة حاجة فوقه ظرف مكان وبعد الظرف مضاف اليه وبعد قل برضه مضاف اليه بس المضاف اليه مجروب اليه لانه من الاسماء الخمسة وبعد زي الاسماء الخمسة الاسماء الخمسة بتاعت المضافة اذا علم برضه مضاف اليه هتقول لي طب اعرف عليم ايه الجملة بدأ بشبه جملة اللي هو الظرف اذا اصل الجملة عليم فوق كل ذي علم اذا الكلمة اللي هاعرف ابدأ بها الجملة هي دي بتكون عندي المبتدأ وهنا عليم مبتدأ مؤخر هتقول لي طب المبتدأ ده الخبر بتاعه فين الخبر بتاعه يبقى شبه الجملة فوق كل ذي علم عليم شبه جملة في محل رفع خبر المبتدأ يبقى خلاص القول اذا بدأت الجملة بشبه جملة جر ومجرور او ظرف اعرف ان فيه تقديم وتأخير ويكون شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم تدريبات باين نوع الخبر فيما يليم الشجرة ناضغة سمارها الشجرة هنا مبتدأ الشجرة مالها ناضغة واحد هيجي يقول لي الخبر هنا خبر جملة اسمية هقول لي عشان فيه ضمير هقول لي طب استنى احنا متفقين ان خبر الجملة الاسمية كلمتين وبينهم ضمير ويكون الضمير متصر بالكلمة الاولى اذا هنا الضمير مش متصر بالكلمة الاولى ولا ناضغة فعل ولا جر ومجرور او ظرف اذا نوع الخبر هنا خبر مفرد وهو ناضغة اما لما اقول الشجرة سمارها ناضغة كلمتين وبينهم ضمير اذا نوع الخبر هنا خبر جملة اسمية الطلاب يتفوقون الطلاب متفوقون الطلاب مالهم يتفوقون اللي تم العديد جملة hits الفعل المضارع بتفوقون فعل المضارع مرفقة بأثبوث النوم وهو الجماعة عظمين من المتصر لو محدر رفع فعل اذا نوع الخبر هنا خبر جملة فعلية هأما لما اقول الطلاب متفوقون اللي تم العديد جملة اسم كلمة واحدة كلمة متفوقون ولو تم العديد جملةelet واسم فياه نوع الخبر مفرد المزرق Treatment الأطباء أن مالهم جملة اصفة غره مغرور والغره مغرور اسمه إيه اسمه شبه جملة الأمهات يصنعن المستقبل الأمهات ما لهم يصنعن هنا فعلهم دارع مبنى على السكون لاتصالوا بنون النسوة وفي الحالة دي اللي تمت معنا الجملة جملة فعلية وفي الحالة دي هيكون نوع الخبر خبر جملة فعلية شكل تاني من الأسئلة أجا أقول لك حول الخبر المفرد إلى خبر جملة أو الخبر الجملة إلى خبر مفرد بص يا سيدي لو كانت تحويل الخبر من جملة فعلية المفرد عندك طريقتين الطلال الأولانية أن تتحول حرف المضارع لميم إذا كان الفعل غير سلاسي يعني مثلا الظهور تتفتح في الربيع الخبر هنا تتفتح خبر جملة فعلية طب أنا لو عايزة حول المفرد هعمل إيه؟ حولوا الميم يبقى الظهور متفتحة في الربيع كده يبقى الخبر عنده متفتحة مفرد لما أقول الحرية أشكالها متنوعة الخبر هنا خبر جملة إسمية أشكالها متنوعة كلمتين وبينهم ضمير طب لما أجي حول خبر الجملة الإسمية لخبر مفرد هنستخدم طريقة اسمها الطريقة المقصية هنعمل إيه؟ هنروح جايبين متنوعة الأول ونحول الضمير لألف ولام هتكون الحرية متنوعة الأشكال الأمهات حاضرات هنا بقى الخبر حاضرات مفرد طب لو عايزة حولوا الجملة فعلية هنحط له نون النسوة يبقى الأمهات يحضرن حفل عيد الأم الطلاب منتبهون لشرح المعلم الطلاب ملهم منتبهون خبر مفرد طب عشان حولوا الخبر جملة ولكن جملة فعلية هتحول الميم لحرف المدرع ولكن يهن يبقى الطلاب ينتبهون لشرح المعلم اللي بعد كده المتفوقون مصرورون متفوقهم المتفوقون ملهم مصرورون كلمة واحدة اسمه فالخبر مفرد لما يجحولوا لجملة وليكن جملة فعلية يبقى المتفوقون يصرون بتفوقهم القارئ المائر سريع الفهم القارئ ماله سريع وقت تفكر المائر خبر لا ده الخبر عندي كلمة سريع طب لما يجحول قلم سريع لخبر وليكن جملة اسمية اي تحويل من جملة اسمية المفرد او من مفرد لجملة اسمية لابد ان تستخدم الطريقة المقصية يبقى القارئ الماهر هتنزل زي ما هي وهتبقى الفهم هتبقى فهموه سريع يبقى القارئ الماهر فهموه سريع وكده نكون شرحنا عنواع الخبر وعرفنا نحدد نوع الخبر ازاي سبولنا يا رأيكم في التعليقات بالتوفيق للجميع موسيقى